جريمة أخرى تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي ضحيتها أحد الباعة كاد الجنات أن يفلت بجريمتهم لولا وجود كاميرا المراقبة الجريمة هنا سطو مسلح على أحد المحلات التجارية من قبل مسلحين يعملان كمرافقين لأحد قيادات ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء والضحية تاجر من أبناء محافظة ريمة يملك معرض ملبوسات في حي الفرز بمدينة ردع لم تقف الجريمة عند هذا الحد الذي بات مشهدا متكررا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بل الجريمة وجه آخر يتمثل باستغلالها من قبل أحد قيادات الميليشيا مدعيا أن الحادثة تمت في مأرب مشيرا إلى ما أسمه الانفلات الأمني وعمليات السطو والنهب في مناطق الشرعية متوعدا بسيطرة جماعته على مأرب كي ينعم مواطنوها بالأمن والسكينة حد قوله جريمة مركبة أثارت استنكارا واسعا لدى اليمنيين كون الميليشيا تستخدم كل حيالها ومغالطاتها ليس لدفن جرائمها بل ونسبها للغير في جراءة غير متوقعة لقلب الحقائق والاستخفاف بعقول الناس لم يعد يخفى على أحد أن أميليشيا الحوثي سلبت الناس تحت سلطتها كرامتهم وأسرفت في جرائمها ضدهم منذ أكثر من خمس سنوات إذ باتت مناطق سيطرة الميليشيا مسرحا مفتوحا لجرائم مغيبة وفوضى عارمة يسقط جراءها الكثير من الضحايا ويدفع المجتمع ثمن ذلك في الظلام بعد أن خلت هذه المناطق من أي صحافة أو نشطاء أو راصدين لتمر الكثير من الجرائم ولا أحد يعرف عنها شيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر